عسلام ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا بخير الناس بكري في حديثهم على رمضان قالوا العشرة يام الأولى مش حم والثانين من الحم والثالثين من العظم زعم الشوق صدوا به مبدئيا خلينا نفهموا كيفاش يتعامل الجسم مع حالة الجوع بين معاقفين اللي تحط فيها وقت نصومه وقت ناخده الصحور كرد اتفاع العادية باش يطلع لانسولين في اللبن باش يدخل لجلوكوز إلى الخلايا لانسولين مش تقعد طالعة ما بين 10 إلى 12 ساعة في اللبن باش يتقوم بحرق الجلوكوز المخزون الزائد من الجلوكوز باش يتخبأ في الكبدة وإذا ثم أحاجة زائدة مش تتخبأ في شكل شحوم بعد 12 ساعة من الصيام مستوى الجلوكوز مش يطيح في اللبن وقت المخ باش يبعث إشارة للباكرياس باش يطلب منه أنه يزود بالسكر وقتها البانكرياس مش يصنع هرمون اللي باش يتوجه إلى الكبدة والعضلات باش يطلب منهم يزودوه بمخزون السكر اللي عندهم وقتها باش تعاود تطلع لانسولين مرة أخرى باش تجم دخل السكر للخلايا وتقعد من ساعتين إلى 3 سوية طالعة في اللبن بعد تقريبا 15 إلى 16 ساعة صيام باش يوفى كليا مخزون السكر في اللبن أما المخ باش يقعد ديما يطلب في السكر وقتها اللبن مش يصنع هرمونة أخرى اللي هي هرمونة النمو أو والجروث هرمون الجروث هرمون هذي اللي برشة رياضيين يخذوها باش ينميوا العضلات متاحهم هذي الهرمونة باش تقوم بحماية العضلات وباش تبدأ تصنع في الطاقة من مخزون الشحوم في اللبن وقتها باش تخرج مش غليكوز أما أجسام كيتونية كورسيتونيك وهذو ما هوما اللي كورسيتونيك اللي في أول أيامات الصيام على خاطر اللبن مازال ما يعرفش كيفاش يتعامل معهم باش تسببونا في التشنج والتعب والشقيق خلينا تول شوفوا تأثير الصيام على اللبن العشرة يام اللولة مش حم معناها في وقت الصيام اللبن في العشرة يام اللولة باش يتلها بتنظيف روحه باش يخرج جميع الشوائب والسموميات وباش يحاول يحرق لكان ثم شوية مخزونة من الشحوم ومش تكون الفترة هذي شوية صعيبة على خاطر فيها نوع من التأقلم مع النظام الغذائي والنمط الغذائي الجديد يمكن في الفترة هذي تترافق شوية اضطرابات في النوم شوية شقيقة شوية امساك او شوية حرقة في البول يعني وهذه الكلها دليل انه اللبن قاعد يتخلص من السموم اللي عنده نجيو بعديك المرحلة عشرة ايام ملحم عشرة ايام ملحم هذا دليل على انه اللبن باش يبدأ يعاود يجدد الخلايا الكل باش يعاود يجدد العضلات باش يعاود يجدد جميع الاعضاء اللي في وسطو وهوني باش تجي الفترة اللي هو باش يستحق فيها خلال اليوم انه ياخذ الماء او ياخذ معادن وفيتامينات وبروتينات لتجديد الخلايا دونك يمكن وقتها مش تحص ساعات احساس بالجوع اللي هو ما يكون الشقوي ياسر على خاطر هرمون الشبع بفضل ارتفاع هرمون النمو باش يولي طالع في البدن ويخليك ما تجوعش فيسا لكن الجوع هذي طلبا للماء والبروتينات اللي باش ينجم يعاود يبني بها الخلايا من جديد كيف مفرماش استجابة وانك تعطيها الطعام في هذيك الوقت البدن باش يحاول يتصرف بما يملك هو من وسائل باش ينجم يعاود يجدد روحه وقتها باش يبدأ يلوج على الخلايا اللي هي معادش تخدم بالماهي او اصابتها الشيخوقة او هي خلايا تجرب تولي في يوم ما خلايا سرطانية وباش يبعثلها الجهاز المناعي باش يقتلها وباش يخذ منها الماء والفيتامينات والمعادن والبروتينات باش ينجم يبني روحه هذي الظاهرة هذي تتسمى أوتوفاجي او الالتهام الذاتي والطبيب اللي اكتشفها اخذها على خاطرها جائزة النوبل نجيو من بعد لكا للجهاز معناها للعاشر ايام اللي هوما من العظم العظم ديما مربوط بالمناعة وبعد عشرين يوم الصيام كان نصوموهم بالحق العاشر ايام الاخرانيين اللي باش يفضلوا من شهر الصيام هذوكم باش يتلهوا بمناعتنا باش يقاويننا المناعة باش ينقصونا الالتهاب وفما دي راسات زادة اثبتت ادنو شهر الصيام يعاون في تنقيس الالتهابات حتى اربعين في المية زادة باش يحسن في الامراض العبيد اللي عندهم سينيزيت العبيد اللي عندهم امراض مناعية العبيد اللي عندهم الشقيقة العبيد اللي عندهم الحساسية هذوما الكل باش يشوفوا الامراض مطاعهم كلها اتحسنت حتى السكر والطفاعة ضغط الدم هذوما الكل كي يبدأ الصيام متوازن وصحيح الكل هم باش يتحسنوا ونشوفوا النوعية الحياة للعبيد اللي تقاسم الامراض هذيها اتحسنت يسر بفضل الصيام زادة في شهر رمضان وقتا نخليوا الجهاز الهضمي في راحة لمدة طويلة الدم اللي كان يمشي الجهاز الهضمي باش يقوم بعملية الهضم باش يمشي الاعضاء اكثر معناها قيمة واكثر حساسية لزورجان نوب اللي نسميوهم كما المخ القلب الكبدة الكلاوي البانكرياس الجهاز المناعي وباش يقوم بارواقهم ويوصلهم اكثر اكسيجين واكثر اكثر فيتامينات ومعادن وهيك عليش اللي بدان باش يتنشط الاجسام الكيتونية زادة باش يتنشط وحدات الطاقة الميتوكوندري اللي موجودة في الخلايا والطاقة المصنوعة من الاجسام الكيتونية تكون فعليتها اقوى هيك عليش اللي يصن بالصحيح ويأكل بطريقة متوازنة في رمضان باش يحس بالنشاط والحيوية قلال اليوم وباش يحس انه المردود الذهن يمتاعه وتقوى كيف كيف الصيام يعاون على الحماية من الاصابة بامراض الزهيمر اللي هو معناها بين الحاجات اللي متسببة فيه هي ارتفاع منسوب الانسولين في اللي بدان وبما انه الصيام ينقص من مقاومة الانسولين ويحسن من حساسيات الخلايا للانسولين فانه بذلك يعاون باش يحمي المخ من الاصابة بمرض الزهيمر زيدا كيف كيف الفكرة انه خلايا المخ ما تتجددش طلعت مش صحيحة وظهر انه صيام يعاون المخ باش حتى هو يجدد روحه ويعاود يصنع خلايا جديدة هيك عليش مش تتحسن الذكرة متاعنا والتركيز والقدرات الذهنية الكل زيدا الصيام باش يعاون الكبده على انه يتخلص من جميع الدهون اللي فيه وبذلك في انه المردود متاع الكبده باش يولي خير صنع الهرمونات باش يولي خير عملية الهضم باش تولي خير وكل معناها العملية البيوروجية اللي تصير في الكبده باش تتحسن كذلك الخلايا متاع الامعاء متاع الجهاز الهضمي باش تتجدد والبكتيريا الصديقة للجهاز الهضمي باش تلقى فرصة انها تتكثر خير وهذا باش يؤثر ايجابا على المناعة وحتى على بعض الامراض النفسية كما الاكتئاب اللي تحب ننصح به انه نقوموا بالرياضة في المدة اللي تتراوح ما بين العصر وشقان الفطر خطر وقتها يكون معدل الحرق في اقصى وهكيكا باش نزيد ونحفزه من صنع هرمون النمو اللي يوصل لضاعف حتى الفين مرة في رمضان وهكيكا باش نضمنه تشديد خير للخلايا ونقويه عضلاتنا ونقويه المخ متاعنا ونحصنه من حرق الدهون ثم نعملوها وتعاوننا في تقوية الايض وفي دعم معناها افراز هرمون النمو اللي هي متكونة من زنجبيل وعرق الصوس والقرفة هذي باش نستعملوها تكون او نصف ساعة قبل الصحور او بعد ايام نشربوها الصباح اقبل الماكلة بطبيعة ما ننساوش كما كل مرة ان اكد على انه الرجليس او عرق الصوس ما يلازمش يخذوه العباد اللي عندهم اصابة بالارتفاع ضغط الدم واللعباد اللي بيش تستعمل و ما لازمهاش تاخذ معاها برشا حاجات مالحة مش ما يتسبب لهاش في احتباس الماء واستعمله ما يكونش على مدة طويلة يا اربع ايام في الاسبوع او انه نستعمله جمعة والرطح بقية الشهر بالنسبة للقرفة بيش تعاوننا على التنقيس من مقاومة الانسلين وتعدلنا من مستويات السكر في الدم وازن جبيل بيش يدعم الغدة الدرقية والغدة الكذارية كانت هذه الخاطرة متاعي اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتم و الى اللقاء في خاطرة مقبلة بإذت الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة